ينضم إلينا من عمان مأمون العمري الكاتب والباحث السياسي أهلا بك سيدة على شاشة الغد إذن كانت هناك اجتماعات في القاهرة وتم تأجيلها حتى يتم البتوى حل أزمة معبر رفح وأيضا محور فيلادلفيا التي من المفترض كانت في الصفقة وأيضا تم تأجيل اجتماعات الدوحة يعني رئيس المصادر الإسرائيلي وفده لن يغادر إلى الدوحة لاستئنا في هذه المباحثات بعد أن كانت هذه الصفقة قابة قوسين ما الذي نفهمه الآن وهل لمتزرة المواصي أي شأن في ذلك نعم يعني كلها سيناريوهات حقيقة مكررة اليوم وبتنا نعرفها ونتابعها منذ عشرة أشهر سيدتي الفاضلة ولكن الخصوصية هذه المرة فيما يتعلق في تأجيل اجتماعات والمفاوضات سواء كانت في الدوحة أو في القاهرة إنما مرجعها يعود بأن السياسة الإسرائيلية بأن نتنياهو يريد اليوم حقيقة أن يشتري الوقت حتى يصل إلى واشنطن خلال الساعات الثمانين والأربعين القادمة فنيتنياهو الأسبوع المقبل سيكون في واشنطن سيذهب إلى هناك محملا بالملفات محملا حقيقة بالكثير من الغنائم التي يريدها وبالتالي فإن هذه الورقة وورقة المفاوضات وورقة الوساطات حقيقة سيتركها نتنياهو ليكسب من خلالها وليقول للولايات المتحدة بأن ما طرحه بايدن وما وافق عليه مكتب نتنياهو ومن ثم تم التنصل من هذا الاتفاق كل ذلك اليوم هو بأيديكم وبما تقدموه سواء أن كنتم الحزب الحاكم اليوم أو الحزب المعارض سواء أن كنتم ديمقراطيين أو جمهوريين فكلا الطرفين اليوم أنتم من سآتي لأفاوضكم لأبدزكم هنا في واشنطن نعم يوم الاثنين سيكون هناك ألقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي لنيتنياهو ولكن قبل ذلك سيكون هناك لقاء مع الإدارة الأمريكية مع بايدن وأركان حكومته وأركان إدارته وسيكون أيضا لحملة ترامب لقاءات مع نتنياهو والوفد المرافق اللجان المختلفة في الكونغرس الأمريكية ستسعى للاطلاع على وجهة نظر نتنياهو وستقول حقيقة كلمة مختلفة وبالتالي حسب مراسلتنا في القدس والتي هي تتابع عن قرب وتتابع أيضا التطورات السياسية داخل إسرائيل يعني تقول إن نتنياهو أكثر ثقة وقوة مما كان عليه منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة ما الذي يغذي قوته تلك يعني رغم الضغط من واشنطن رغم الضغوط الدولية المحكمة العدل الدولية وحتى في شارعه ومعارضة الإسرائيلية لديه وحتى أيضا خلافاته مع الجيش وأيضا المصاد إلى غير ذلك لكن رغم ذلك لم تتحرك فيه شعره نعم يعني حقيقة هناك دراسة نفسية أجرتها جامعة تل أبيب وهذه الدراسة النفسية ربما تتعلق في شخصية بنيامين نتنياهو أنا بالأمس حقيقة كان لي مقالة هنا في صحيفة الدستور الأردنية تحدثت حقيقة كيف سيحمل نتنياهو هذه الملفات إلى واشنطن من خلال دراسة لهذه النفسية نفسية الرجل الذي لا يأبه بأحد الرجل المنكر لمن هم حوله الرجل الذي يعشق الإرهاب والموت الرجل الذي من الممكن أن يضحي بأقرب الناس له مقابل أن يحقق كل هذه الأهداف نتنياهو اليوم حقيقة يعني لماذا تصف مراسلتكم في القدس بأنه في حالة قوة وبعد عشرة أشهر حقيقة من هذه الحرب على غزة ورغم كل الانشقاقات ورغم كل الانقسامات التي شهدتها وذهبت أيضا في كابينيت الحرب إلى ما لا نهاية وإلى الأبد تم دفنه ومن ثم أيضا هناك خلافات واستقالات وهناك نشاهد احتجاجات في شوارع تل أبيب كل ذلك مرده لأن هذه الشخصية هي شخصية عنيدة هي شخصية مكابرة هي شخصية حقيقة لديها هدف تريد أن تحققه لكن بعيدا عن اضطراباته النفسية وعدم ثقتي بأحد وغروره ونرجسيته يعني هناك أيضا من يغذي ذلك هناك عوامل أخرى تغذي ذلك نعم بكل تأكيد يعني هناك يعتمد اليوم هذا الرجل بأن لديه اليوم بعد نحو أربعة أشهر انتخابات أمريكية هذه الانتخابات كلا المعسكرين الأمريكي والمعسكرين الأمريكي الجمهوري أو الديمقراطي كلاهما يطلب ود نتنياهو يطلب ود الصوت اليهودي وبالتالي سيشهد حقيقة في هذه الزيارة التي ربما استهللنا الحديث عنها سيطلب ود نتنياهو سيقدم مساعدات عسكرية أكبر شاهدنا الجيش قبل يومين يقول بأن هناك نقص في الأجهزة أو في الأسلحة والعتاد وخصوصا البر منه والدبابات وما إلى ذلك رغم أن واشنطن لم تخصر وما تزال تمد حقيقة في كل أنواع الأسلحة وما قصة القنابل التي تزن 2000 كيلو جرام إلا أورط الحقيقة إلا نوع من الفقاعة الإعلامية هي تصل إلى غزة وشاهدنا استخداماتها كثيرا ولكن هذا الرجل لديه الكثير من العوامل والأوراق التي يستطيع أن يرمي بها على الطاولة خصوصا كما قلنا بأنه سيتنكر لعائلات الأسرة لا يأبه بكل هذه الاحتجاجات لا يأبه بكل هذه التسارة لا يأبه حتى هو قالها صراحة في الكابينات إن المحتجزين يعانون لكنهم لا يموتون ما الذي نستنتجه من هكذا تصريحا؟ نعم هو يريد أن يمهد بأنه لا يهم حقيقة إن مات من مات من الأسرة أو من سيموت من الأسرة الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية هذا لا يهم أمام القضية التي يدافع عنها أو يحملها من وجهة نظره هو يدافع عن هيبة إسرائيل هو يدافع عن أمن إسرائيل في جنوبها وفي شمالها أيضا هو يريد حقيقة أن يقول للعالم بأن الكيان الذي تم إيجاده قبل نحو سبعين عاما قادر على أن يصمد وأن يبقى وأن يحقق هذه الأهداف وأن يكون نافذة للغرب ولأوروبا على الشرق وقادر على أن يقوم بدور الشرطي في المنطقة في مراحل قادمة وهو أيضا حقيقة يترجم العقائدية التي يتمتع فيها الكثير حقيقة في الغرب وفي الولايات المتحدة كما تمثلها حكومة اليمينية المتطرفة اليوم قال أيضا نتنياهو حماس ضعيفة الآن لأننا نغتال قياداتها ولأننا دخلنا رفح ونسيطر على مهاور هامة في القطاع من جهة أخرى الجيش الإسرائيلي يقول أن حماس لا تزال قوية ولديها قدرات عسكرية وتمتلك صواريخ تصل إلى تل أبيب والقدس ولديها أيضا ثلاثة أو ثلاثة كتائب لم تعمل لغاية الآن كيف نرى هذه الاختلافات والتباينات في التصريحات بين الجيش الذي هو في الميدان وبين إسرائيل وتصريحاته المستفز نعم يعني ميزان القوة اليوم ما بين نتنياهو أو ما بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية سواء كان الجهاد الإسلامي أو كانت حماس أو الفصائل الأخرى حقيقة يعني هذا الميزان لا تستطيعين الحكم عليه بعد عشرة أشهر ما تزال هناك كر وفر مد وجزر ما بين نواحي القوة في بعض الأحيان قد يهيأ لنا بأننا نعود إلى نقطة الصفر بأننا نعود إلى المربع الأول في هذه الحرب الدائرة هناك في غزة ونشاهد قوة لا مثيلة لها ربما حتى لدى إسرائيل في يد المقاومة بالمقابل ما تزال إسرائيل تدك وتستخدم كل الأسلحة أسلحة الطيران والأسلحة البرية والدروع وحتى البحرية الإسرائيلية وما إلى ذلك فهذا الميزان يعني ما يزال لا يميل إلى كفة على حساب كفة حماس ليست بضعيفة المقاومة الفلسطينية ليست بضعيفة هي تتكيف هي تعيد إنتاج نفسها كل فترة أكثر من وأقوى من الفترات التي قبلها ولو كانت تعتمد ربما على إمدادات خارجية أو مخازن نفذت بعد عشرة أشهر ليس لديها أي شيء اليوم ولكنها تعيد إنتاج نفسها تعيد إنتاج أسلحاتها تعتمد على موارد داخلية قليلة جدا هي حقيقة قوتها تنبع من إدارتها لذاتها إدارتها للعملية العسكرية لعتادها هي لا تهدر كل هذا العتاد ولا تشكو من نقص لا في صواريخ المقاومة وما إلى ذلك بالمقابل كما أشرت قبل قليل الجيش الإسرائيلي عانى من نقص في قوات الدروع والقوات البرية يوم أول أمس وشاهدنا هذه التصريحات على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أيضا الجيش الإسرائيلي عانى من نقص الجنود وربما أيضا استدعى من الاحتياط وربما أيضا استقدم من الشمال الشيء الكثير ومن الجبهة الوسطى أيضا عدد من الجنود الإسرائيليين وبالتالي فإن كما قلت لا نستطيع الحكم اليوم من بيده القوة أكثر من الآخر نعم صحيح هناك في غزة نحو أربعين ألف شهيد عفوا هذا الرقم الرسمي التي أعلنت عنه ربما وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ونحو 150 ألف جريح لكن أنا أعتقد بأن عدد الشهداء الموجودين اليوم تحت الأنقاض وعدد الشهداء ليس هذا الرقم بل يفوق بثلاث مرات ربما أو أربع مرات فهذا العدد يعني هو عدد معلن من وصل إلى المستشفى من استطاعهم أن يقيدوا أسمعهم ولكن من ذهبوا تحت الركام وما يزال الآلاف تحت الأنقاض ما بين جريح ربما وما بين شهيد العدد أكبر كثير من ذلك وإسرائيل أيضا بطبيعتها تتخذ مبدأ التقية ولا تعلن عن قتلها بالعدد الصحيح ولا عن جرحاها ولكن نجد الكثير من الجنائز نجد الكثير حقيقة من التقارير تشير حتى إلى الأمراض النفسية والعقلية التي تصيب أفراد الجيش الإسرائيلي أشكرك جزيلا شكرا سيد مأمون العمري الكاتب والباحث السياسي على كل ما تفضلت بي كنت معنا من عمان ترجمة نانسي قنقر